حبي دايما في حلقة السبت أتابع آخر قرارات السيد وزير التعليم والوزارة الرشيدة على مدار اليومين ثلاثة اللي فاتوا واللي دايما عندهم جديد الوزارة الوحيدة اللي كل قراراتها بتاخد صفة عاجل هي وزارة التعليم والوزارة الوحيدة النهاردة اللي كل يوم بتغير قرار ونظام وسيستم هي وزارة التعليم مفروض ان التعليم من الحاجات البيزيك حاجات الستيبل حاجات السبتة اللي بيبدأ الطفل او الطالب بداية السنة عارف هو هيمتحن امتى هيمتحن ازاي المنهج بتاعه الحد فين المنهج عبارة عن ايه هياخد ايه في المنهج هيتلغى ايه من المنهج ده المعروف لان التعليم بيقوم عليه عقول وخبرات ولجان متخصصة لكن في بلدنا كل شيخ وليه طريقة وكل وزير وليه حدوتة وحكاية وكل يوم قرار جديد بينسي في القرار اللي قابله عاجل قرارات هامة من التعليم بشأن امتحنات الصفين الاول والتاني السنوية ايه القرارات الهمة لكن الامتحنات اللي هي هتبدأ بعد كم يوم يعني في منتصف يناير القادم حتى ستة وعشرين يناير هترجع تاني نظام البوكلت ايه نظام البوكلت ده اول قرار لسيد وزير التعليم دكتور رضا حجازي قالك ان الامتحنات هتبقى بنظام خمسة وتمانين اختيار من متعدد وخمستاشر في المية اسئلة مقالية ده اول قرار قرار التاني هو اعادة والنظام ده بيسموه نظام البوكلت يعني ايه نظام البوكلت ان انت عندك جزء اختيار من متعدد وجزء اسئلة مقالية طيب هتعمل ايه دكتور رضا في موضوع التابلت والسيستم والمدارس اللي ما فيهاش انترنت وما فيهاش تغطية قال انا عندي الحل ايه عندك الحل بقى قالك ان المدارس اللي فيها تغطية في الانترنت طبعا زي ما هو واضح في الخبر قدام حضراتكم اه او ايوة اه المدارس اللي فيها تغطية في الانترنت دول هيمتحنوا اونلاين فهيبع عندهم الامتحان نص اونلاين او خمسة وسبعين في المية خمسة وتمانين في المية اونلاين على التابلت او على الجهاز اللوحي وخمستاشر في المية في الورق اللي هيستلمها من اللاجنة طب ومدارس الغلابة مدارس الفلاحين مدارس الارياف المدارس اللي الكهرباء بتقطع فيها اصلا لان العزبة اللي موجود فيها المدرسة ما فيهاش كهرباء هتعمل فيها يا دكتور قالك لا دول ولاد الغلابة هيمتحنوا في الورقة طيب اين تكافؤ الفرص يا معالي الوزير اين المساواة ما بين الطلبة والطالبات في عموم الجمهورية واللي بيكفلوا الدستور لعموم الطلبة ازاي هتساوي ما بين 26 مليون طالب وانت عندك مدارس فيها انترنت وكهرباء ومعاهم تابلت هيمتحنوا على التابلت زي البشوات وعندك مدارس تانية لا فيها انترنت ولا كهرباء ولا استلموا الجهاز اللوحي البتاع ده اللي بيسموه التابلت فدول يمتحنوا على الورق والورق يتأخر والطالب يفضل يمسك بقى الورق او يعلم والتعليم جه على السؤال اللي قابله وعايز يشطب ومش عارف يرجع في السؤال وكتب غلط طب راجع لقاها صح ويفضل يمسح وكل ده بياخد وقت على طالب اولى والتانية سنوي لكن ده النظام في البلد وان كان عجبكم واللي مش عاجب ويخبط دماغه في الحيط ام السادة اولياء الامور في بعض الجروبات اللي بتتواصل مع الوزير قال له طيب لو سمحت خلي الطفل او الطالب يخش بورقة بيضة لو هيعمل عليها مسودة عايز يكتب واحد زايد واحد يعرف يسوي كام عايز يعمل حزبة اسمه مطولة عايز يكتب معلومة في دماغه عايز يرسم خريطة عايز يشخبط انا واحد من الناس في الامتحان كنت بحول الورقة بتاعت الخريطة اشخبط فوق اشخبط تحت ناس كده هم الوزير النهاردة يحسم مصور مصير ده الكلام ده كان يوم الخميس الورقة البيضة بامتحان السنوي العاب وقال لك لا ما فيش حاجة للورقة البيضة يا سيدي ده الورقة هي اساس التعليم والكتابة والمسودة والحاجات الملاحظات اللي بيكتبها طالب في الامتحان هي اساس الحل قال لك ابدا وزير التعليم يعلق على مطالب اولياء الامور في الصف الاول والتاني بالحاجة لورق مستودات ان الموضوع مالوش لازمة واحنا ضامنين لولادكو النظام الافضل النظام الافضل لا معالي الوزير يعني انت عارف مش هخبي عليك يعني من يوم ما شفنا سيادتك ومن يوم ما شفنا سيادته اللي كان قبل سيادتك ما شفناش افضل في التعليم المصري ومن يومها واحترس التعليم المصري يرجع للخلف من يوم ما شفنا ساعتك وبنصحة كل يوم على كارثة في المدارس طلبة بتموت طلبة عينيها بتتقلع طلبة بيدلع عليها مية سخنة وبتتسلخ عجز في الفصول عجز في المدرسين نظام الصخرة اللي انت طبقته وعينت مدرسين باليومية او تمالية بياخدوا 20 جنيه في الحصة واقتراح تعيين الاطباء ومش عارف تعيين الموجهين ومدرسين الانشطة يعني بالاخر كده مش عايز افتح الدولاب واجيب لك صف في الجلاليم يا معالي الوزير اما الافضل ما شفناش منك افضل بصراحة اولياء الامور اللي عاديين دول ما شفوش منك افضل اولياء امور 26 مليون طالب على ارض البلد حطوا صوابعهم العشرة في الشاء صعوبة في المناهج زيادة في الدروس الخصوصية واسعارها طلبة مش فاهمة ومش عارفة تتعامل مع المنهج مدرس مش عارف يتعامل مع المنهج لانه ما تضربش اصلا على المناهج الجديدة كل يوم قراره كل يوم في حال وشد وضغط وطلبة بتنتحر كان في خبر امبارح او اول امبارح طالب امتحر عشان ما نجحش في امتحان التيرن اصلي في امتحان الشهر فراح خد حبة غلد طالب في قول اعدادي لقدر الله او الله يرحمه يتحمل المسئولية معالي الوزير زمان كنا بنخاف اللي عنده سنوية عامة نهاردة اللي عنده ربع ابتداء خايف اللي عنده خمسة ابتداء خايف اللي عنده قول اعدادي بطنه واجعاه واللي عنده تاني اعدادي ما بينامش واللي عنده قولة سنوي عمال بيدفع ويكوع واللي عنده تانية سنة وتخرب بيته واللي عنده تالتة سنوي بقى ربنا يتولى برحمته ام في اول ظهور لها شاومنج النهاردة بتطلع لسانها المعالي الوزير من الاخر كان عشان بس ايه ما نجملش الكلام الشباب او شوية العيال بتوع شاومنج صفحات الغش اللي عجزت بلبنا بكل مؤسساتها وبكل مخبرنها والتكنولوجيا والتصنط والتلصص ومتابعة اللي قال واللي كح انها تضبط عملية غش الامتحان على مدار اربع سنين فاتت نهاردة شاومنج او بتقولوا هنصرب امتحانات الاعدادي اول ظهور لشاومنج في عهد الوزير رضح جازي طلعوا كتبوا على الصفحة الرسمية بتاعتهم اه انتظروا تسريب الامتحانات وهنصرب الامتحانات امتحانات اعدادي ايوة الله عليك شاومنج بيغشش سنوية اتنين وعشرين بسم الله نبدأ بدء حجز امتحانات الصف التالت الاعدادي جميع المحافظات وعمل جروبات تسريب لكل محافظة وللاستفسار كمان ابعت رسالة خاص دي صفحة على فيسبوك حاجة كده عيني عينك يعني لو النهاردة اللي بيكتب كلمتين على فيسبوك بيقول لا للغلاء او فين الطماطم يا حكومة غلات الزيت لايه يا حكومة فين المواصلات يا كامل فين مش عارف ايه يا مين بيروح في شو يجبوه من قفاة لكن شاومن شوية العيال دول اللي عاملين جروبات وتواصل على الخاص والدنيا زي الفل وبيسربوا وبيغششوا النهاردة بيطلع جسانهم سيد معالي الوزير الدكتور ردح جازي وبيقولوله هنغشش وقال يا عجبك اعمله اعلى ما في خيلك اركابه طبعا وزارة التعليم طلعت بيانه ردت قالت احنا مش هنزكت مش هتزكت طب تعالى قابلني في يناير او في اه اربعتاشر يناير هنتابع مع حضراتكم ماذا يحدث في شو على ذكر التعليم عندي وقعتين عايز اقول لحضراتكم عليهم في مدرسة مدرسة علي مبارك في منطقة الامريا بالقاهرة طالبة في الصف التاني اللي الابتداء يسمعها حنين راحت المدرسة زي ما بيروحوا الطلبة كل يوم قعدت او قعد قدامها مدرس مستهتر غير مسئول وبيعمل شاي في الفصل باستخدام الكاتل فالباشا دلق مية سخنة على رجلين حنين عمل لها عاها مستديمة او ده انخبر طيب يا سيدي احنا بكلم في موضوع تاقي طيب الله عليك والدة الطفلة حنين بتقول المدرس حرق بنتي بسبب شرب الشاي هل اللي حصل زي ما قلت لحضراتكم كده تصلوا بالست بعد عشر دي طبعا حنين ربنا يشفيها ويعفيها بعد عشر دقايق من وصولها الفصل تصلوا عليها قالوا لها تعالي خدي بنتك اكشف عليها ليه؟ واع عليها مية سخنة ازاي؟ محناش عارفين فاكتشفت بعد كده ان بنتها مصابة بحروق من الدرجة التانية والتالتة في اماكن متفرقة وفي اماكن حساسة من كسمها معنا فيديو لولدة حنين السيدة خيرية علي واللي بتقول ماذا حدث من استهطار مدرس داخل واحدة من المدارس الاتدائي سعلي بصي اشدال على مية سخنة انا جديد في الشارع زي الماغذين في الشارع على بنتي بصي عايزة قطرة عشان امصل لمدرسة بنتي ادادة اتنين دادات من مدرسة انا مسكين بنتي مثلتنا وابصي وماشيين بيها على الصيدلية مداحت على الحين من مص الشارع وراحت بصوله وتعيط انا عايزة اشوف بنتي فيها ايه بشد البنطلون المغزة بتاعها ليت منظر وركها فزيع بصي مسلوخ بمعنى صح ايه منظر فزيع ايه طب ايه بشوف لها ما تعريش رجلها لا قطرة هعري رجلها واعرف فيها ايه رحت اخدتها وبيتها على الصيدلية بطورة الصيدلية اللي عطلها البنطلون جيت لك تحت كمان انا مشوفتش لتحت لما رعى البنطلون ايه منظر برضو اوسخ من لفوق واوسخ من لفوق اساسا مش عارفة عطل صوت الصيدلية تبتي بنتي وعطلتها عطل صوت مع لوش مش عارفة عامل ايه ايه طب مين ده قالك الاستاذ ايمن سلخ خالي تابع وجري دخل الفصل ايه جاي يقول في ايه في ايه قطنت لحرق تاني انا حرقتي قطنت لحرق تاني وهم مشاهدين بكده بالمناسبة ده على الرغم من قرار لوزارة التعليم بحظر استخدام الكاتل داخل المدارس الخبر بيقول ايه وزارة التعليم او من حقنا نشرب كوباية شاي كوباية الشاي تصير ازمة بين وزارة التربية والتعليم والمعلمين الكلام ده القرار ده كان في 2018 واللي حضرت وزارة التعليم شرب الشاي في الفصول او استخدام الكاتل حفاظا على ارواح الطلبة لكن ده مدرس مستهتر مرعاش منه قدامه اطفال وتسبب بعاها مستديمة لحن عندي خبر اخر من ايه خبر ده ببعثه كده شاكب راكب للسيد وزير التعليم اللي بمجرد ما اعلن عن الانتحانات بدأ الطلبة في اول اسبوع بعد الاعلان النهاردة مايروحوش المدرسة درجة ان فيه مدرسة النهاردة فيه محافظة المينيا الادارة التعليمية لنجح حمادي مدرسة الشهيد محمود فراج الابتدائية المشتركة بالشعنية لم يحضر احد لم يحضر احد احالة مدير ادارة تعليم تعليمية بقنا لتحقيق بسبب غلق مدرسة وغياب المسؤولين مدرسين مجوش والمدير مجاش والطلبة كمان قالك هنقعد في بيتنا نذاكر لان مرواح المدرسة زي قلتهم ده بسبب القرارات المتخبطة وهنمتحن ولا مش هنمتحن الامتحان امتى الامتحان ازاي وده يعني زي ما بيقول لي كده ده حال التعليم في مصر فاصل روح نشوف ماذا حدث امس في مدينة نصر تحديدا تحت كبري